شهدت العلاقات الاقتصادية بين مصر والصومال نمواً مترداً في السنوات الأخيرة مدعومة بأجود إرادة سياسية قوية وسعي جادة لوضع خطط مستقبلية وفتح أبواب جديدة للتعاون في مجالات متعددة وتعتبر مشروعات الطاقة والمياه على رأس المجالات التي يمكن أن تشهد تطوراً كبيراً بين البلدين خاصة ما يتعلق بمشروعات خلايا الطاقة الشمسية وشبكاتها مع تشبه الظروف المناخية للبلدين نمو مضطرد شهدت العلاقات الاقتصادية بين مصر والصومال في السنوات الأخيرة مدعومة بوجود إرادة سياسية قوية وسعي جاد لوضع خطط مستقبلية وفتح أبواب جديدة للتعاون في مجالات متعددة خلال عامي 2015-2016 وقعت مصر والصومال مذكرات تفاهم في مجالات عديدة من بينها الجمارك والزراعة والثورة الحنوانية والثروة السماكية والتجارة وخلال الربع الأول من عام 2021 زادت قيمة التبادل التجاري بين مصر والصومال بنسبة 37.2% لتبلغ 17.679 مليون دولار وتتمثل الصادرات المصرية للصومال في السلع الغذائية ومواد البناء وقطاع الأدوية بينما تستورد مصر من الصومال الماشية مشروعات الطاقة والمياه تعتبر على رأس المجالات التي يمكن أن تشهد طورا كبيرا بين البلدين خاصة ما يتعلق بمشروعات خلايا الطاقة الشمسية وشبكاتها لا سيما مع تشابه الظروف المناخية للبلدين ويعد قطاع البنوك من قطاعات التعاون الوعدة حيث تم الاتفاق على تتشين برامج تدريبية للمصرفيين الصوماليين سواء عبر البنوك الوطنية المصرية أو بالتعاون مع المعهد المصرفي المصرية زراعيا يعد مجال الزراعة والثروة الحيوانية من القطاعات الوعدة التي يمكن اعتبرها قاطرة لتنشيط التعاون الاقتصادي بين البلدين وفي عام 2020 وقعت مصر اتفاقية التعاون مع الصومال لنقل الخبرات المصرية إلى الصومال في مجال البترول والغازة العامان السابقان شهد تكثيفا للزيارات المتبادلة لمسؤول البلدين حيث بحث الجانبان تزيد التعاون في مجالات المنظومات المالية والثروة السماكية وحمية الشواطئ وتهيئة المنتج السماكي للتصدير إلى الخارج كما ترسل مصر قوافلة طبية ومساعدات ومنحة للأشقاء في الصومال علاوة على تكرار الزيارات بين المسؤولين المصريين والصوماليين إلى ذلك تمضي العلاقات المصرية الصومالية ما بين تاريخ طويل من التعاون ومستقبل واعد يجمعه التعاون وتعزيز التنمية لشعبي البلدين